اشتركوا في القناة شو اللي جاي يسأل عنه كيف بتكذب على حالك كذبك اللي ما بقى اهتم فيه كيف تحسن ترتاح مع الكذب اللي عم تكذبه انت واحد كذب كيف بتقول ما بحبك خلصيني انقلعي لعنجوزك بقى روحي احسن ما تندمي ها مو انا اللي رح اندم يا عمار انت اللي عم تضيع حالك ومو عم تعرف شو عم تعمل وفوقه قاعد تحرق قلوب الناس نير مين روحي بقى وهذا الطريق بتنسيني هائيا وبشك هات معد بدي شوفه ازا ما اجيت شو رح يصير ازا ما عدت شفته لهالوش شو رح يصير يعني رح تحسن تشيلني من راسك رح تبطل تلاحقني وتنتقم مني عن طريق فرح لا ما بتحسن واذا قلتلك اني انا عموت من دونك كل لحظة يا عمار ازا قلتلك خدني من هون وخلينا ننسى كل شي ونرجع لبعضنا متل قبل بتحسن تعملها بتحسن ترجع تقلي يا وردتي البيضة متل زمان امار بتحسن تسامحني وليك على شو بدي سامحك ما خليتيلي شي سامحك عليه انتي حبي وما بتعرفي شي عن الحب اغلاطك وزنوبك صارت اطول منك يا نيرمين عمار انا بعرفك مني ما فيك تنساني قد ما حاولت تنكر هالشي انتي عم تتقلم نيناتنا عم تتقلم يا عمار ظاهر ما في غير الموت يوقف هالألم بس الموت ما في طريق تاني طالما انا السبب بكل شي عمي صير انا السبب بألمكم كلياتكم بدل ما موت بكل ثانية قوصني عمار قولك يا نيرمين خلصني قوصني بغطع الزناد عمار خلصني من كل هالعزام بدل ما موت بكل يوم وكل ساعة وكل ثانية وانت بعيد عني خليني موت واخلص من هداك اليوم ولهلا او انا عموت كليوم يا عمار خليني موت بعيدك قوصني وخلصني من نارك يلا يا عمار مجنونة قولك انتي شو عم تخبصي ها انتي مجنونة شي ان شاء الله مفكرة انه لسه بحبك اذا بدك انا من زمان قتلتك بتاعي شوفي بعينك شايفك كم رصاصة فيها اتطلع بتعرفيها لها الصبية ما انك شايفها الوش من قبل ها هي كانت متل الملايكة ما عرفتيا طبعا بقدملك حبيبتي نير مين هاي هي البنت اللي حبيتها بزماني كنت مستعدة في ديكي بروحي كانت شعرة منك بتسوى عند الدنيا وما فيها بس انتي شو عملتي ها تركتيني ورحتي مع واحد ما بيسوا فرنك بصد بسوء رجال تركتيني ورحتي عمار صدقني انا ما اخنتك شون يعني ما اخنتيني وأنا كنتم فكرة اني عشت احلة ليلة بحياتي معقول تكون أفكارك دانيئة لهالدرجة عمار ما اعترفتي هون بعضمة لسانك ما قلتيني انك ما اخلصطيلي كنت خايفة لا اخسرك للأبد برحت لهنيك لقل له لبقى يلاحقني وفهمه حاجة يتغلص عليها يوميتها كنت شربانة كتير لما رحت لهنيك رجعت اشرب صد اني ما كنت بوعي نيرمين من اللي حق مصدس براسك وقالك روحي وانا وقتا ما قلتلك ما تشوفيه مرة تانية انا كنت عم بفني حالي بالشغل طول الليل وحضرتك رايحة تسهري بالنوادي يا نيرمين خانم الليلي اذا غلطان ما قلتلك ما تركبي معه بالسيارة بس انتي ما رديتي وكسرتك كلمتي حضرتك ما عيرتيني وقلتيني ما فيني استأجر بيته بغرفتين وهو عميبعتلك الماس وانتي عم ترفضيه ها؟ احكي ولك انتي على مين عم تضحكي؟ شو بدك مني؟ انا حبيتك لدرجة ما فيك تتخيليها يوم الحادثة كنت خايف عليك ليصرلك شي وما عم تشوفك حضنتك مشان احميكي كل ما الوقفوا ضدي كل شي صار نسيته نسيت شخصيتي وكرامتي وشرفي ودعزت على كل شي وجيت لعندك على المستشفى جيت لعندك مشان نرجع نفتح صفحة جديدة شو صار؟ شو عملتي؟ رحت لعنده مره تاني يعني فضلتي علي اجيت يا عمار هربت من المستشفى واجيت لعندك كنتو نايمين لما شفتك انت وفرح هيك صدمت قلت لحالي نسيتني وحبك لقليك عن كسبوتو نضايت وقت وانتي مشان هيك رحت تجوزتي ما؟ الموضوع بسيط مو هيك؟ عصبتي مني فشيتي قلبك ورحت تجوزتي هداك لك وبعد كل شي عملتي بحقي هلأ جاي تحطي عينك بعيني؟ أول شي بتروحي لعنده وبتخنيني وهلأ جاي لعندي مشان تخني إلو؟ انتي قتلتيني مرة تانية قدام المستشفى يا نيرمين مسحتيني مسح كسرتيني الله يلعن هديك الساعة بدأ كل يوم لما هربت من المستشفى وأجيت لعندك حسيت أني ملكت الدنيا بتمنيت لو عندي جناحات لألتقي فيك وأخدك ونطير كنت بدي أحدنك بقوة وحس بحنانك ما كنت بدي أتركك أبداً لحتى موت بس شفت فرح عندك وهذا اللي خلاني يتراجع تفكرني رح تخلى عنك إذا أنت ناديتني شان الله لا تتركني خليك معي أنا ما فيني عيش بلاك يا عمار أبداً